على أساس سنوي ليصل إلى 6.7 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 نزل نحكيه على الطاقة لكن من تونس نمشيه إلى مصر ونوقع تحالف يتكون من أربعة شركات فرنسية ويابانية عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية بهدف زيادة القدرة الانتاجية لمشروع محطة رياح في مصر ليصل إلى 650 ميجاوات ومن المخطط بدأ تشغيل المرحلة الأولى من المحطة بقدرة 250 ميجاوات في شهر ديسمبر من السنة الحالية وذلك بأقل بشهرين من موعد المحدد لتشغيل المحطة ستنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل في مصر كما ستقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويا إلى لبنان وين أعلن منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في لبنان عن تخصيص مبلغ قيمة 24 مليون دولار من الصندوق الإنساني للبنان لدعم الفئة الأكثر ضعفا واحتياجا في عموم البلاد ولتلبية الاحتياجات العاجل المتضرين في جنوب لبنان ونختم مع وزارة الزراعة الأوكرانية والتي تظهر في بيانات تاليها اليوم أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الجيري اللي انطلق في شهر جويليا وينتهي في شهر جوان من السنة المقبلة بلغت 8.7 مليون طن حتى 16 سبتمبر وشهدت ارتفاع من 5.9 مليون طن بحلول 20 سبتمبر منه في الموسم الماضي وشملة السادرات 4.8 مليون طن من القمح و2.5 مليون طن من الذرة و1.2 مليون طن من الشعيرة فما رقم تحبه تعلق عليه مروين